شخصية النهاردة هو واحد من العشرة مبشرين بالجنة شخصية النهاردة كان عبقاري بالتجارة فحرفيا كان التراب في ايده دهب شخصية النهاردة من اغنى المسلمين ومع ذلك كان اكسرهم تواضعا فلقب بالانقي الشاكر وهتتصدم لما تعرف صرويته كانت قد ايه بالزبط شخصية النهاردة هو الصحاب الجميل عبدالرحمن بن عوف فصلي على النبي وهتلك باية شاي كده وركز معي قبل ما نتكلم عن اهم المواقب في حياة سيدنا عبدالرحمن بن عوف خلونا الاول نعرف شوية علومات عن نشأته رضي الله عنه سيدنا عبدالرحمن اتولد بعد عام الفيل بعشر سنين يعني كان اصغر من الرسول عليه الصلاة والسلام بعشر سنوات لان الرسول زي ما احنا عارفين اتولد في عام الفيل وبالمناسبة هو لما اتولد ما كانش اسمه عبدالرحمن ولكن كان اسمه عبد عمر بس طبعا في الاسلام حرام يكون اسمك عبد الحد غير الله فغير اسمه بعد الاسلام لعبد الرحمن واما بالنسبة الاسلامه فكان على ايد سيدنا ابو بكر الصديق رضي الله عنه ارضاه وتحديدا كان من الخمسة الاوائل اللي اسلامه على ادين الصديق رضي الله عنه وكانت اخلاقه قبل الاسلام جميلة جدا لدرجة ان هو في الجاهلية كان محرم على نفسه شرب الخمر على الرغم ان العرب في الجاهلية كانوا بيشربوا الخمر زي المياه ما كانوش يقدر يستغنوا عنها وبالمناسبة فسيدنا عبد الرحمن بن عوف كان في مكة قبل الاسلام برضو تاجر كبير جدا وغني ومعه فلوس كتير وكمان عيلته كانت قوية جدا وده طبعا خلى ليه مكانة عالية جدا في المجتمع المكي ولكن ده برضو ممنعش عنه التهديد بالازع لما دخل الاسلام وان كانت طبعا مكانته وعيلته وفلوسه قدرت شوية ان هي تحميه من مشاكل كبيرة تحط فيها مسلمين كتير فقرة وفي البداية بيهاجر سيدنا عبد الرحمن للحبشة مع كتير من المسلمين للهرب من المشكلات اللي حصلت لهم بسبب الكفار لكن المشركين هيستولوا على كل امواله في مكة ومش هيقدر يسافر باي فلوس منها لكن سيدنا عبد الرحمن مهتمش كتير لان دينه كان عنده اهم من اي حاجة تانية بعدها بيكرر الرسول عليه الصلاة والسلام ان انه يهاجر ليسرب اللي بعد كده هيبقة اسمها المدينة المنورة على شان يقدر ينشر دعوته بشكل افضل وساعتها بيهاجر معاه المسلمين اللي في الحبشة واللي منهم عبد الرحمن بن عوف ولما بيوصل سيدنا عبد الرحمن بن عوف بيلاقي ان الرسول عليه الصلاة والسلام اخى ما بين المهاجرين والانصار وان كل اخ من الانصار بيدي لاخوه من المهاجرين نص مالبي بكل نفس راضيع علشان يقدر يعيش به فالرسول عليه الصلاة والسلام خلل سيدنا عبدالرحمن ابن عوف أخ من الأنصار والأخ ده بيعرض عليه نص ماله علشان يعيش به ولكن المفاجأة هنا إن سيدنا عبدالرحمن بيرفض عرض الأخ الأنصاري بكل أدب وبيطلب منه حاجة واحدة بس إن هو يدله على سوق المدينة وبعد كده بيتوجه سيدنا عبدالرحمن للسوق ورغم إنه حرفيا ما كانش معاه أي فلوس يتاجر بيها اللي إنه في آخر اليوم قدر يجمع مبلغ كبير جدا من المال ويوم ورا يوم بيقدر يرجع أقوى من مكان وأغنى فسيدنا عبدالرحمن ابن عوف ومعروف ببراعته في التجارة فالطراب بيبقى في إيده دهب حرفيا ورغم كل الأزمات والمواقف الصعبة قدر سيدنا عبدالرحمن ابن عوف إن هو يعد منها ومن غير مساعدة من أي حد وكمان من المواقف الجميلة في حيات سيدنا عبدالرحمن ابن عوف وهو إن بعد وفاة سيدنا عمر بن الخطاب فسيدنا عمر قبل ما يموت بحاجة بسيطة رشح ستة من الصحابة لتولي الخلافة بعده وكان من بين الأسماء سيدنا عبدالرحمن ابن عوف نفسه وإداءهم مدة ثلاثة أيام علشان يختاروا الخليفة الجديد المناسب ليهم وساعتها حصل بعض الخلافات فالنتيجة اتأخرت وكان فيه فتنة هتقوم بين المسلمين بسبب تأخر إعلان الخليفة وهنا بيقرر سيدنا عبدالرحمن إن هو يتنازل عن ترشيح سيدنا عمر ليه بحيث يقدر يكون الحكم للخمسة المتبقيين لإنهاء الفتنة وبالفعل بيوافق باقي المرشحين على الفكرة وبيبدأ يحط معايير كمان للاختيار واللي بتنتهي في الآخر لصالح الخليفة عثمان بن عطفان الثالث الخلافاء الرشدين رضي الله عنه وعلى فكرة قبل وفاة سيدنا عمر بن الخطاب وفي أهده لما كان خلافة المسلمين كان سيدنا عبدالرحمن هو مستشاره اللي بياخد رأيه في كتير من الأمور الهمة زي طعون عمواس وجزية الماجوس وده لإن سيدنا عبدالرحمن كان حافظ أحاديث كتير للنبي فكان بيستشيره سيدنا عمر علشان يقدر يخرج بالحكم الديني في المسائل المهمة اللي بتتعرض لها الأمة في الوقت ده أما عن تبشيره بالجنة من الرسول عليه الصلاة والسلام فبنلاقي إن النبي بيقول فيما معناه إن أول من يدخل الجنة من الأغنياء من أمتي هو عبدالرحمن بن عمر وهنا بنلاقي إن سيدنا عبدالرحمن بدأ يبرع بنص صروته في سبيل الله وكمان سيدنا عبدالرحمن بن عوف كان بينفق على أمهات المؤمنين اللي هم زوجات الرسول عليه الصلاة والسلام اللي عاشوا بعد وفاة الرسول وكمان قبل ما يتوفى سيدنا عبدالرحمن وصب أموال كتير جدا للفقراء وفي سبيل الله حتى إن هو أعطى كتير جدا من عبيده وهو على فراش الموت ودى لكل واحد منهم واللي كانوا لسه عايشين وشاركوا في غزوة بدر ربعمائة دينار وده كان مبلغ كبير جدا على فكرة وده مش معناه إن هو ساب الورسة قطعه من غير فلوس خالص بالعكس الورسة قطعه ورثوا فلوس كتير جدا ويقال إن هو عندما توفى ساب ذهب كتير فكانوا بقطعوه بالفقوس يعني اللي هو الفاس لدرجة إن الرجال اللي بقطعوا الذهب إيديهم كانت بطورة من كتر تقطيع الذهب اللي كان عنده وده علشان يقسموه على الورسة تخيل بقى صروته كانت كام تعال أنا أقولك بيقول الحافظ ابن حجر إن صروة عبدالرحمن ابن عوف كانت ثلاثة آلاف ألف ومئتي ألف يعني ثلاثة مليون ومئتين ألف إنت متخيل الرقم ده كان عامل إزاي وده بيأكد لك إن هو فعلا كان غني وكريم جدا رضي الله عنها وأرضاه فكان بيلقب بالغنية الشكل وبكده تكون خلصة حلقة النهاردة وده كانت أهم الملامح في حياة سيدنا عبدالرحمن ابن عوف وكنت نزلت سؤال على صفحة الفيسبوك من هو الشخص الوحيد اللي ابنه كان أكبر منه والإجابة طبعا هو عزير وده أسماء أول ناس جاوب صحة على اليوتيوب وعلى الفيسبوك وهتلاقي رابط الحلقة بتاعت العزير تحت الفيديو وما تنساش تتابعنا علشان يوصلك حلقاتنا وأسئلتنا واستنون الإسبوع الجاي في قصة جديدة وبرنامج قصة عن ماشي سلام شكرا